أكدت الولايات المتحدة وصول صواريخ باليستية إيرانية تصنع إلى روسيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أشار إلى أن روسيا ستستخدم هذه الصواريخ في أوكرانيا خلال أسابيع وهو ما من شأنه أن يهدد الأمن الأوروبي بلينكن أضاف أن روسيا ستقوم بتزويد إيران بتقنيات نووية مقابل الصواريخ الباليستية التي تسلمتها ستعلن الولايات المتحدة عن عقوبة جديدة على إيران في وقت لاحق اليوم بما في ذلك الخطوط الجوية الإيرانية نتوقع أن يعلن الحلفاء والشركاء عن تدابيرهم الجديدة الخاصة بهم على إيران هذا وأدرجت المملكة المتحدة سبعة كيانات إيرانية وثلاثة روسية على قائمة عقوباتها وذلك على خلفية تصدير صواريخ باليستية إيرانية لروسيا وفي السياق أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في وقت سابق عن عزمها إلغاء اتفاقيات الخدمة الجوية الثنائية مع إيران ومن بينها إيران إير جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الخارجية الألمانية نددت فيه الدول الثلاث بتصدير صواريخ باليستية إيرانية لروسيا وزيادة دعم إيران العسكري لروسيا في حربها في أوكرانيا كما أشار البيان الأوروبي المشترك إلى أن وصول الصواريخ الإيرانية للأراضي الأوروبية سيزيد من معاناة الشعب الأوكراني في المقابل نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني التقارير التي تفيد بنقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا معتبرا إياها بالدعاية القبيحة لإخفاء الدعم العسكري الغربي لإسرائيل وفق تعبيره ومن لندن معنا البحث في شأن الإيراني عارف ناصر أهلا بك أستاذ عارف وأيضا معنا من واشنطن البحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سميرة التقي أهلا بك دكتور سأبدأ مع ضيفي عارف ناصر من لندن سأبدأ عن توقيت إعلان واشنطن عن تزويد روسيا إيران لروسيا بصواريخ باليستية تحية طيبة لك ولضيفكم مشاهدي الحدث الأفاضل الواقع أنا أعتقد بأن هذا الخبر مهم في زمانة وكذلك في أبعاده الاستراتيجية والسياسية لعدة أبعاد الجانب الأول يكمن بما هي هذه الصواريخ بمعنى أن هذه الصواريخ الباليستية هي تستطيع على خلاف الصواريخ التي استخدمتها روسيا خلال الحرب وهي عادة كورية شمالية وتستطيع الدفاعات الأوكرانية التعامل معها لكنما الصواريخ التي الآن أرسلتها إيران هي تستطيع أن تخترق الدفاعات الأوكرانية لأنها صواريخ باليستية بطبيعة الحال وكذلك لديها تكنولوجيا أقوى الجانب الآخر يكمن بأن هناك مغدمة إلى ربما تزود بمنظومات وهنا أقصد من الجانب الروسي إلى إيران بمنظومات من الدفاعات الجوية تتعلق بالرد الإيراني على إسرائيل وربما هذا يرتبط بالتأخر بالرد الإيراني بمعنى أن هناك بعض الأخبار تتحدث أن هذا الرد مرده أن إيران تنتظر تزود بصواريخ إسراء أربعمية وكذلك طائرات سوخوي وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر هو الذي أغلق الجانب الأوروبي الأمريكي النقطة الثالثة هي طريقة التعامل السريعة بمعنى أن هذه المرة تم استخدام طائرات إيراني لتسليم هذه الصواريخ قصيرة المدى وهذا ما أغلق الجانب الأوروبي أكثر من ذي قبل نعم دكتور هل هذا الأمر سيؤدي إلى تصعيد جوهري منح إيران الصواريخ إلى روسيا وهل روسيا بحاجة إلى هذه الصواريخ وهل ستستفيد منها أولا سيدتي تحية لك شخصيا ولجمهوركم ولضيفكم الكريم أعتقد بأن القضية الرئيسية التي نأخذها فيها سلاسة عناصر العنصر الأول هو أن روسيا في فترة معينة هي والولايات المتحدة الأمريكية أوقفت إنتاج صواريخ متوسطة المدى الباليستية بسبب اتفاقيات لم تلغى إلا منذ سنة ثانيا وبالتالي روسيا بشكل أساسي كانت تطويرها لصناعتها العسكرية يتجه في اتجاه التحضيرات الاستراتيجية والردع الاستراتيجي فيما يتعلق بالردع التكتيكي إيران تمتلك هذه الصواريخ وفي كل أحوال بدراستنا لها نستطيع القول بأنها لا تتجاوز تقنيات التسعينات وبلوى الثمانينات في كثير من الجوانب ولذلك نستطيع القول بأن وصول هذه الصواريخ ما الذي سيؤمنه أولا سيجعل جزء من الصناعة الإيرانية تخدم آلة الحرب الروسية في الوقت الذي تعاني منه هذه الماكينة الضخمة من نتائج الناجمة عن تدمير متواصل للمعدات العسكرية طبعا في طرفي الصراع يجري تدمير ولذلك روسيا هي في أشد الحاجة أن توجه مقدراتها الصناعية والمالية نحو ما يتم في المعركة ولكن في ذات الوقت لا تستطيع أن توجه القدرات العسكرية القدرات الصناعية لإنتاج هذه الصواريخ أعتقد من ناهي العلمية التي تتجاوز بمراحل كبيرة مستوى تقنية الصواريخ التي يتم التزويد بها ولكن على الأقل هذا يملأ فراغ في العبء الصناعي الكبير الذي يقع على روسيا لذلك الموضوع من جهة أن هذا الموضوع كانت روسيا تهمله ثانيا هذا يخفف ويسمح لها بتوجيه صناعتها في اتجاه أسلحة أخرى تلزمها في الميدان مثل الصواريخ في طويلة المدى مثل القنابل المجنحة وأيضا حتى في سلاح الدبابات لأن هناك تقاطع في موضوع العملية الصناعية في هذا السياق أستاذ عارف عندما يقول بايدن أننا نعمل على السماح لكياف باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا يعني بعد ساعات من الإعلان عن تزويد إيران روسيا بهذه الصواريخ الباليستية هل الإعلان أو الكشف عن تمرير إيران هذه الصواريخ هو تبرير لما قاله بايدن من أجل تزويد كياف بصواريخ بعيدة المدى يعني أنا أعتقد بأن يبدو لي بأن ما تم إعلان من غبل الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي لديه أبعاد أكبر لم تعلن وهذا ما يجعل الولايات المتحدة قلغة بهذه الدرجة وهذه هي الإجراءات المنسقة السريعة يبدو لي بأن أيضا أن هناك محاولة روسية وحتى إيرانية بالعكس لإيجاد تحالف توريطي إن صح التعبير بمعنى أن الجانب الروسي يريد توريط إيران ضمن حلقة هذا الصراع وقد تكون هناك جبهات تنفتح لتغليل ربما العب الحرب الروسي الأوكراني عبر تفعيل الحرب أو المواجهة الإيرانية الإسرائيلية وهذا ما يقلق الجانب الأمريكي الأوروبي خاصة ونحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية زودت أوكرانيا بطائرات F-16 وبالتالي إذا ما زودت روسيا إيران بطائرات سوخوي 35 قد تتغير المعادلة وقد تكون هناك فتح لجبهات لربما إيجاد توازن بهذه المواجهات التي نشهدها في الساحتين روسية الأوكرانية والإسرائيلية الإيرانية نعم دكتور عندما تقول واشنطن أنها ستعلن عن عقوبات إضافية على إيران وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن عقوبات أوروبية هل ستؤثر هذه العقوبات أو ما مدى تأثير هذه العقوبات على إيران وهل سيكون لها تأثير على علاقة طهران بالمجتمع الدولي أقصد العقوبات نعم سيدتي أعتقد بأنه يجري الحديث هنا عن عقوبات مكبلة بمعنى أن أولا في أمور متعلقة كما شاهدنا حول شركات الطيران الإيرانية ووضع الحواجز أمامها النقطة الثانية من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع بشكل واسع كل بنية اقتصاد الظل وتمويل الظل الذي يجري ويمتد على مساحة كبيرة تمتد من غانا إلى جنوب شرق آسيا لعبارة عن مافيات ودوائر مالية تعمل في الظل خارج النظام الدولي أعتقد بأن الآن سنشاهد ملامح أكبر لتقصي الولايات المتحدة والغرب بشكل عام لهذه الجهات التي تشكل موارد كبيرة خاصة ما يتعلق بتصدير النفط وناقلات النفط العائمة التي عمليا تقف تنتظر الزبون سواء في المحيط الهندي أو حتى في أجزاء معينة من المحيط الأطلسي وبالتالي في جنوب وبالتالي نعم أعتقد الاهتمام الكبير الآن يجري حول قطع موارد اقتصاد الظل الكبير الذي يشكل دعما للإقتصاد الإيراني نعم أستاذ عارف إيران نفت صحة هذه التقارير وأنها قد تكون نقلت أسلحة إلى روسيا ووصفت ذلك بالدعاية ما مدى صحة ما تقوله طهران أو صدق طهران بطبيعة الحال إيران دائما تنفي لكنما إذا ما أخذنا بعين الاحتبار خلال السنوات القادمة التصريحات المختلفة التي أدل بها المسلمين الإيرانيين نجد تعارض كبير مثلا أمير عبداللهيان وزير الخارجية السابق هو أعلن بأن إيران زودت روسيا بصواريخ ومسيارات لكنما هذا الأمر كان يعود إلى قبل الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي هناك عدة تصريحات متعارضة لكنما سريعا دعيني فقط ربما نقطة أشار إليها ضيفكم الكريم بخصوص ربما قد يتوجه القرب والولايات المتحدة إلى تزويد العقوبات على إيران نحن نعلم بأن العقوبات لوحدها لا تغير من السلوك الإيراني بل أن مصلحة الولايات المتحدة اقتضت بعد الحرب الأوكرانية الروسية بالفتح المجال أمام الالتفاف على العقوبات بشكل كبير جدا وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا الأمر لا يستطيع أو ربما لا يغير من مجرى السلوك الإيراني بمجرد ربما الاعتماد فقط على العقوبات وهنا كان سؤالي أن ما مدى تأثير هذه العقوبات التي تم الإعلان عنها هل ستؤثر على إيران وفي السابق لم تؤثر بالفعل أنا أعتقد بأن هذه العقوبات الآن إيران وجدت آليات للالتفاف عليها بشكل كبير جدا بل والبعض منها من داخل الاتحاد الأوروبي ومن بريطانيا نذكر بأن قبل أيام الصحافة البريطانية والأمريكية تحدثت عن الالتفاف عن العقوبات بالكثير من البنوك العراقية والبعض منها متواجدة في بريطانيا وحتى في الولايات المتحدة وبالتالي أنا أعتقد بأن آليات الالتفاف على العقوبات كبيرة جدا ولم تستطع الولايات المتحدة تغير سلوك الإيراني بصرف العقوبات التي نجدها إضافة إلى ذلك بأن ما مدى أهمية أن توضع طيران إيران أير في غائمة العقوبات كيف تغير من سلوك إيران هناك ربما طائرة أو طائرتين أو خمسة تزور البلدان الاتحاد الأوروبي كيف تغير من السلوك الإيراني بمجرد هذه الإجراءات الرمزية دكتور هل نفي طهران لأن تكون صدرت إلى روسيا هذه الصواريخ سيؤدي إلى عدم فرض عقوبات عليها؟ على الإطلاق لأن الصواريخ لها بصمة حتى من مصنعها يمكن أن يعرف تماما ليس فقط بعد إطلاقها ولكن حتى أثناء نقلها وأثناء كل ذلك هذا أمر لم يعد هناك سرا وبالمقابل في اعتقادي بأن البلداني الغرب ينظر إلى العقوبات كما سقط الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي سقط بعد أربعين عاما من الضغط الاقتصادي والعقوبات هي عمل عدائي ولكنه ليس بمستوى الحرب ولا يتوقع منه أن يجني أن يعطي نتائج الحرب ولكن بالنتيجة الهدف منه هو نخر طويل الأمد للبنية التي تسمح بهذا السلوك والغرب لا يزال مرتاحا لذلك وفي اعتقادي ليست صحيحا فيما يتعلق بأن قضايا اقتصاد الظل وقضايا محاربة تهرب إيران من العقوبات سنشاهد شيء أكثر بكثير لأنه كله كله موضوع رؤيا يعني لا يوجد شيء مخفي فيه معروفة السفن ومعروفة كل المواقع والمسارات الأموال كلها معروفة وباعتقادي هذا ما نفهمه الآن من النقاش بأن الولايات المتحدة سوف تقوم باستهداف هذه المسارات التي يتم فيها مدورة العقوبات ومدورة النظام النقدي الدولي لتمرير الأموال والتبادل حتى لو كانت بأسلوب البارثر بأسلوب التبادل هل سيكون لهذا الإعلان تأثير لعلاقة تهران مع المجتمع الدولي؟ أعتقد بأن الملف النووي موضوع منتهي كما أوضح اليوم بلينكين وأوضحت وكارثة الطاقة البارحة في تقريرها بأن عملياً إيران تستطيع إنتاج أول قنبلة خلال أقل من شهر وبالتالي أصبح ينظر إليها على أنها دولة لديها قنبلة على الرف ولكن هذا السلاح لم يعد هو المهمة المهم أكثر في دور إيران ودور أزرعها في الأقليم وأعتقد هذا ما يشكل عامر الخطر الرئيسي لم يعد موضع نقاش وهل استطاعت بالتالي أن تؤثر الغرب على ذلك؟ نعم باعتقادي لا أحد يرغب في أن يهاجم إيران ولا أحد له مصلحة في أن يحتل إيران ولكن تترك القضية كما يتم التعامل مع كوريا الشمالية ما أريد أن أضيفه في النهاية هو أن الوضع الآن في الولايات المتحدة ينظر إلى إيران كجزء من ذلك الحلف الذي يشمل الصين ويشمل روسيا وكوريا الشمالية ولم يعد هناك تفريق على الإطلاق في مقاربة هذا التحالف وينظر إليهم على أن هناك تخادم متبادل بينهم هل نحن أمام تطور يهدد أمن أوروبا كما قالت واشنطن؟ الخوف الرئيسي بالنسبة للآن أوروبا تعتبر نفسها بشكل غير مباشر معنية بالدفاع وأن لا تنتصر روسيا في أوكراينيا وإن كان أقول هذا لا يعني بأن تنجر أوروبا إلى الحرب ولكن بالمقابل مساعدة روسيا وهي الدولة الكبيرة ذات الموارد التي تكاد تكون غير محدودة على حل مشاكلها التكتيكية فيما يتعلق بالصواريخ وغيرها من قضايا وخاصة كما تحدث بلينكين اليوم حول موضوع الرقائق الإلكترونية فأعتقد أن الولايات المتحدة ستبدأ بشكل أكثر عدوانية في اتخاذ التدابير نعم أستاذ عارف هل سنكون أمام مسار جديد للحرب في أوكرانيا بعد الكشف عن تزويد طهران لروسيا بهذه الصواريخ يعني حسب بعض الأخبار الإيرانية التي تفيد بأن الصواريخ التي الآن تم إرسالها هي نفس الصواريخ التي خلال الشهور الماضية تم استخدامها من قبل حزب الله في بعض الهجمات واستطاعت أن تعبر القبة الحديدية وبالتالي أو حتى بعض الدفاعات الأمريكية المتواجدة في إسرائيل فيما يبدو بأن هذه الصواريخ تستطيع أن تكون ذات تأثير وفعالية إضافة إلى أنها رخيصة الثمن وهذا الجانب الكبير الذي يهتم به الجانب الروسي لا ننسى بأن هذه الصواريخ تأتي أيضا لتزديد جزء من ثمن الدفاعات التي إيران اشترتها من روسيا وإيران لا تمتلك أموال ربما لدفعها وبالتالي هذه الصواريخ ربما تسدد الكثير من تكلفة العسكرية الروسية لذلك فيما يبدو بأن هذه الصواريخ تستطيع أن تخدم الجانب الروسي بشكل أكبر نعم سأعود إلى الدكتور سمير التقي لأسأل عن كلام بايدن الذي سبق وأعلن عنه قبل قليل هل هذا الكلام سيؤدي أيضا إلى تطور في الحرب وفي العلاقة مع طهران؟ أي كلام بالضبط؟ نعمل على السماح لكيف باستخدام الصواريخ؟ طبعا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت أصلا بصواريخ أكثر تقدم ولدى روسيا صواريخ أكثر تقدم من الصواريخ الإيرانية ولكن الآن ما سنشاهده هو أن أوكرانيا لم يكن يسمح لها بأن تقصف مراكز انطلاق الهجمات عليها داخل أراضي روسية فاعتقد هذا الموضوع يحل وسوف تلعب بريطانيا دولا رئيسيا في هذا السياق بشكل واضح تماما شكرا لك دكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط كنت معنا من واشنطن وشكر أيضا للباحث في شأن الإيراني عارف ناصر شكرا لك كنت معنا من لندن ترجمة نانسي قنقر